السلام القدس لكم وعليكم أيها الأصدقاء في المنتدى الكريم اسمحوا لي أن أبدأ اليوم مدخلتي بإجابة مقتضبة عن سؤال طرحه الأخ العزيز الأستاذ مدحة أبو الرب الذي أتابع مدخلاته وتعليقاته القيمة والراقية والدقيقة وسألني فيما سأل عن الانتصارات النقصة التي نوهت إليها في مدخلة السابقة والتي يراها ليست نقصة بقدر ما هي فوز بالنقاط وأنا هنا لا أريد أن نختلف على طريقة التوصيف فوز بالنقاط أو انتصارات نقصة لكن رأيي هو أن الفوز بالنقاط أو الانتصارات الناقصة قد جربناه وأنه صار علينا الآن أن ننتقل إلى مرحلة جديدة مع اكتشاف مكان قوة لدينا لم نكن نعرفها ونقاط ضعف لدى الخصم والعدو لم نكن مدركها أردت أن نقول أن الفوز بالنقاط أو الانتصارات الناقصة هي مرحلة يجب أن تنتقل إلى مرحلة الاستنزاف المتواصل للعدو بلا توقف واستمرار الفوز بالنقاط دون استراحات فحروب الاستنزاف ليست معارك ناقصة بل هي حرب مستمرة ولكنها بطيئة أما الاستراحات فيبدو أن العدو يستفيد منها فيما نحن نستريح فإنه يدير حربا ثانية أو يطلق حربا من نوع آخر دون أن يتوقف الحرب معه مستمرة على طريقته في حرب العراق أتبعها بحرب داعش مباشرة وحرب 2006 التي امتصرنا فيها أتبعها بالربيع العربي الذي حضر له جيدا في فترة الاستراحة والربيع العربي في سوريا الذي عنينا منه كثيرا ودفعنا ثمنه كثيرا أتبعه بحرب اقتصادية مؤلمة لا تقل إيذاء وضررا وألما عن تلك الحرب العسكرية الإرهابية علينا أي أن الخصم لا يتوقف بل ينتقل إلى جولات متتابعة استنزافية لكن اليوم هذا النموذج الذي اتبعناه يجب أن يتبدل طالما أننا لا نملك إمكانيات اتباع أشكال أخرى من الحروب الضاغطة والمستنزفة للخصم وليس لدينا إلا الشكل العسكري أو ما يعادلها من حروب الاستنزاف لأن استمرار الاستنزاف بمتابعة الحرب بوتيرة مستمرة منهق للعدو مرهق للعدو ومثير لإقلاقه وهي بديل الحكمي لأن الحروب التي لا تنتهي كما تبين هي أكثر الحروب كل فتن وأما مداخلة اليوم التي اخترتها لتكون تحديداً عن مصر واليمن فإنني سأبدأها بالإشارة إلى أننا يجب أن لا نتوقف عن الثناء لغزة ومديح غزة رغم أنه لم يعود مستساغاً أن نكيل المديح لغزة ولكنه من الضروري جداً أيضاً أن نوصف ما تغير في العالم منذ لحظة غزة لأن غزة اليوم هي ممحات بيد التاريخ هذه القطعة المستطيلة في الجغرافيا والتي تشبه الممحات تمحو العالم القديم تمحو كل ما يكتب وما تخطه الأقلام التي ضللت الحكايات وضللت الجغرافيا وضللت التاريخ والذاكرة كل المقالات وكل العنتريات وأقلام السلام التي كتبت جاءت غزة ومحت كل ما كتبت وكل ما قيل وكل ما رسم من لوحات تطبيع وسلام والأهم أن ممحات غزة صارت اليوم تمحو المحرقة المحرقة تمحو المحرقة وأتمنى منذ اليوم أن نبدأ باستعمال كلمة محرقة غزة بدل حرب غزة كي تأكل محرقة غزة في العالم وفي الدنيا وفي الآذان محرقة إسرائيل التي ترضع منها الصهيونية منذ 75 سنة ولا يزال ضرع الهولوكوست يدر اللبن في فم إسرائيل حتى يوم 7 أكتوبر لكن ضرع المحرقة اليهودية يجف الآن بسرعة بسبب محرقة غزة هذه المحرقة التي رآها العالم كله فلنساعد غزة اليوم كي تحرق قصة المحرقة والنقل منذ اليوم أنها محرقة غزة هولوكوست غزة وليست حرب غزة غزة التي صارت ممحات لكل كتب التاريخ الحديث وتمحو أيضا خطوط الحرب والسلام وخطوط الاشتباك وتهز خطوط سايكس بيكو وتهز وتمحو اللوحة الجميلة للحديقة التوراتية التي صدعها إعلام الغرب هذه اللوحة التوراتية التي قيل أنها متفوقة أخلاقيا وحضاريا وعسكريا وأنها لا تمحا بدأت تختفي ملامحها منذ أن مرت عليها هذه الممحات كل شيء في العالم يهتز الإعلام يهتز والأخلاق تهتز والأمم المتحدة والشرائع والنصوص كتبتها أوروبا منذ لحظة الثورة الفرنسية كلها وقعت في بحر غزة الذي صار لونه اليوم مثل الحبر الأسود عندما ذابت تلك الكتابات وتلك الكتب كما لون هولاكو دجلة بحبر الكتب العربية يوما غزة اليوم مثل مادة كيموية في تفاعل معقد أظهر لنا المعادن الخسيسة والمعادن الثمينة ظهر لنا أن العالم العربي يعاني مرضا عضالا وأنه رجل مريض كما كانت الإمبراطورية العثمانية رجلا مريضا وربما ظهر اليوم مصطلح العائلة المريضة فالدول العربية تظهر مثل عائلة مريضة مصابة بعلل وفقر دم وقلة حيل وتعب وإرهاق معظم أفرادها مريض وطريح الفراش بعضه مريض بالجهل وبعضه مريض بالفقر وبعضه مريض بالثراء والتخمة أو بنوبات الهلع والصرع وعقد النقص من الغرب وغزة كما قلت يجب أن تشكر لأنها أظهرت أن إسرائيل مجرد موظفة وأن الادعاء بأن أمريكا مرغم على الدعمها بسبب الآيباك نظرية جوفاء الإصرار الأمريكي البيطاني اليوم على ضرب اليمن عقابا له على موقفه من غزة يزيل الغبار عن الحقيقة يجب أن نعيد قراءتنا لتلك الخضعة التي تقول أن إسرائيل هي التي توجه أمريكا وأن آيباك هي التي تقرر سياسة أمريكا لنكتشف أن أمريكا تسمح لآيباك بالتحرك لتكون قناعا يخفي ميولها الإماراتورية وتلقي عبر آيباك باللوم على أنصار إسرائيل وترتدي هي قفزات آيباك التي تقول أنها تفعل ما تفعل مرغمة بسبب اللوم اليهودي وأنها صديقة العرب وأنها سيفها علينا ولكنها مثل المثل الذي يقول مكره أخاك لا بطل لكن الإصرار اليوم على أنها تمنع أي جهة من مساعدة غزة وتمنع أي حصار على إسرائيل يثبت لنا اليوم أن أمريكا ما أن ترفع يدها عن إسرائيل وترفي قبضتها حتى تترك إسرائيل لمصيرها هذه الحرب كشفت أشياء لم نكن نظن أننا نملكها وكانت كنوزا في أيدينا ولا ندري أنها كنوز وهي أظهرت أن ثروة العرب ليست في نصطهم وليست في دبي ولا في الأبراج بل فيما بقي من ثمالة في الإنسان العربي السليم وفي الثقافة العربية هذا كله ظهر في اليمن الذي بدى مثل الغابة العذراء والبلد الذي نسيه الزمن ونسي أن يهرمنه بالإديولوجيا والعولمة والديمقراطية ونسي أن يحشره في الحضيرة التي تسمى حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الراقي والحضارة الجديدة والاستهلاك والتكنولوجيا لذلك بقي إنسانه نقيا لم يتلوف بالنفط ولعنة النفط التي تلوفت بها معظم مجتمعات الجزيرة العربية وتحولت إلى مجتمعات مخدعة تأكل الهامبرغر بدل التمر والمكدونالد بدل الثريد وتمارس الرياضة وسباق السيارات وبناء الأبراج وصلاة الترفيه وصارت ترى الدم ولا تتألم كأنها تتعاطي المورفين فيما اليمني بطنه ضامر وعوده نحيل لكنه أصيل لم تستهوه الأبراج ولا مذاقات المكدونالد ولا مذاقات الديمقراطية ولا منتجات الديمقراطية بل مذاقات التراث الأصيل والنخوة والمروءة والشجاعة وربما هذا يذكرنا بنظرية هجل التي تقول إن الإنسان هو الثمرة للأرض التي يعيش فيها وطباعه منها وهو خلاصتها لذلك أرض اليمن الصلبة القاسية كانت ثمرتها ذلك الإنسان اليمني الصلب بخنجره المعقوف الذي لم يتلوث وهناك في اليمن تتصارع الآن نظريتان في العالم نظرية الإنسان ونظرية الآلة فقد برز الإنسان اليمني للآلة الغربية التي قصفته وحاولت تدميره والفتك به منذ عدة سنوات وتبين أن الآلة لم تقهر الإنسان الذي لا يزال قطعة من الجبال الحضرمية لن يؤثر بها إشعاع الغرب ولا إشعاع الذرة ولا نيوترون اليمنيون وضعوا الإنسان اليمني الصلب الشجاع الضامر النحيل أمام ما يملكه العالم المتطور من تقنيات وتكنولوجيا إنسان الهامبرغر أمام إنسان حضرموت الذكاء الصناعي أمام الإبداع الفطري وهنا للطبيعة قرارها وللجغرافيا قرارها فهذه الخلطة السحرة للإنسان والجغرافيا ستظهر أن اليمن من أقوى دول العالم دون أن ندري فالجغرافيا اليمنية الصعبة والجبال التي لا تقهر يسكنها أيضا إنسان لا يقهر وما يثير قلق الغرب هو أن آلة الدمار الغربية قصفت الجبال اليمنية والإنسان اليمني في ذلك الحرب السعودية العبثية التي وصفها بدقة الوزير السابق جورج قرداحي عبثية طوال عشر سنوات لأن السعودية كانت تقصف اليمن بكل ما أتيت من قوة بالسلاح نفسه الذي يقصف غزة اليوم والذي قصف اليمن به منذ يومين ولكن هيهات أن تقهر الآلة هذه الخلطة السحرية للإنسان والطبيعة فماذا تقدر تلك الآلة أن تفعل بعد اليوم اطباق الحصار على اليمن ولكن اليمن هو الذي يقدر اليوم أن يحاصر العالم كله وهو في جباله قادر على أن يفعلها بإغلاق مضيق باب المندم وهو قادر على ذلك بشتى الوسائل وبأبسط الطرق ولكن عندما أنظر إلى اليمن وإلى مصر لا أصدق عيني وكلاهما يقف على طرف من أطراف البحر الأحمر على مضيق في نفس البحر مصر تمسك شريان السويس في البحر الأحمر واليمن يمسك الشريان الأبهر للبحر الأحمر فيما بالمندم لكن من أين أتى هذا اليمن بكل هذه القوة ومن أين أتت مصر بكل هذا الضعف والإنهاك اليمن الذي كنا نشفق عليه ونعتبره الأفقر فينا ونحن نرفل في حرير النفط العربي في السبعينات والثمانينات إلى يومنا هذا وفي كل يوم يزداد سعر النفط نظن أن المسافة بين العرب واليمنيين صارت ضوئية نكتشف أن هذا اليمن اليوم جعلنا نحس بالشفقة على أنفسنا وعلى كل العرب عموما وعلى مصر خصوصا التي صارت تشرب ماءها بإذن إثيوبيا وإسرائيل مصر التي جاءت يوما لمساعدة اليمن وإنهاضه وسافرت آلاف الأميال جنوبا كانت يومها تلعب دور اليمن اليوم لكنها اليوم عاجزة عن المشي بضعة أمتار لتعبر معبر رفح وتقدم الماء لأهل غزة وهي تجلس مقعدة عاجزة على كرسية متحرك اسمه كامب ديفيد يدفعه موظف اسمه السلام التوراتي ها هو اليمن اليوم يهاجر في الاتجاه المعاكس شمالا ليساعد مصر وليحمل عنها مهمتها التي عجزت عنها في الانتصال لغزة ومن حق هنا أن أسأل عن التيار الناصري الذي انكفأ وتبخر مثل ما تبخر الجيش العراقي عندما سقطت بغداد ست مليون مقاتل تبخروا لا نعرف كيف واليوم تبخر الناصريون واكتفأوا بحمل المسابح والدعاء ورقص الدراويش ورب قائل سيقول أن خطيئة قيادة حماس السابقة التي تورطت في الربيع العربي وتورطت في دعم محمد مرسي هي السبب في تعثر الاستيقاظة المصرية الشعبية والناصرية وتوجسها من حماس لسبب ذلك السجل القديم لكن هذا الرأي سقط لأن السورية هي التي كان من حقها أن تعاتم وأن تقلق وأن تتشفى وأن تتريث لكن السوريين سامحوا حماس عندما عادت تصويب البندقية وعندما عادت إلى فلسطين واليوم فإن من يموت في غزة هو الجميع ولأن غزة لا يجب أن تكون هما لجنوب إفريقيا بل هما لمصر أولا فإن مصر هي أكثر الدول العربية التي يجب أن تلام لأنها عجزت أن تعبر أمتارا في رفح لتغير وجه الحرب كله بدعم صمود الناس في غزة صمود الناس ضروري جدا لصمود المقاتلين لأننا في سوريا نذكر أننا كنا نموت في الحرب الإرهابية علينا كل يوم بالمئات ولكن كانت هناك عوامل صمود الناس لم يكونوا يموتون جوعة ولا عطشا وكانوا يحصلون على الدواء والعلاج وكان المقاتل يقاتل وهو يدرك أن هناك مجتمعا لا يزال قادرا على الصمود وهذا ما كانت مصر قادرة على أن تقوم به ولتهزة إصبعها في وجه إسرائيل بأن الإنسان لا يجب أن يخذل بهذه الطريقة على عتبة بيتها ضامئا عطشانا مريضا جريحا سواء كان المعبر بإشرف الإسرائيليين أو المصريين فأن لا قوة في العالم كانت ستلوم المصريين إذا ما قرروا فتح المعبر مصر المقعدة على كرسيها المتحرك تثير الألم فيما اليمن يسافر إلى حدود غزة ويدخل إلات بخفيه المقطعين وخنجره المعقوف مدركا أن هذا سيغضب الغرب ولكنه لا يكترث ولا يعبأ ويتجول في البحر الأحمر كما لو أنه ملك البحر الأحمر ها هو اليوم هذا اليمن يساعد العرب جميعا ويسافر ألاف الأميال إلى غزة بصواريخه ومسيراته لمساعدة العرب على الخروج من عارهم ومرضهم وعيللهم ومن مرض النفط ولكي يوقفهم ويرفع من هاماتهم ليتركوا الكراسية المتحركة التي يجس عليها أربعمائة مليون عربي أصيبت مجتمعاتهم بالترهل والإحطاط والكسل والبلادة في القصص القرآني نعلم أن أم موسى ألقت بابنها في اليم ثم جاءت لترضعه وهو في قصر فرعون مصر اليوم ألقت ابنتها غزة في اليم منذ سنوات طويلة رغم أنها في الحقيقة هي الأم البيولوجية لغزة لكن الأم ذهبت لترقص مع فرعنة العصر في حفل إبراهيمي في حديقة كام ديفيد فيما اليمن وجد السرير العائمة في بحر غزة ويقوم بإرضاع الصغيرة التائهة في اليم من ضروع الجبال اليمنية يسقيها الرجولة والشجاعة والأمل لذلك استطيع أن أقول أن محرقت غزة أحرقت كل شيء أحرقت المحرقة وأحرقت خطوط السياسة والنظريات وملايين الخطابات الأممية وغير الأممية واليمن يكتب بالقلم والخنجر التعاليم الجديدة والدين الجديد غزة تمحو والقلم اليمني سيعلم الإنسان ما لم يعلم من أن الإنسان أقوى من كل الآلات والتقنيات والطائرات والأساطيل بل وأقوى من الذرة والإلكترون والدليل هو هذا الإنسان العربي القوي الذي يكبر في محور المقاومة والذي لا يمل ولا يتعب وسط هذه العائلة العربية المريضة المعاقة التي ترضع النفط والسلام والنفط والسلام هما علتها وهما سبب الداء والدواء في جبال اليمن وأرض غزة وسوريا والعراق في أرض نسميها محور المقاومة وهي اليوم التي تعلن العصيان وتريد محوى الخطوط ومحوى منتجات القرن الماضي وإعادة رسم المنطقة التي صار من حقها أن ترسم أقدرها بأيدي أبنائها لا بأيدي أحفاد ساكس وبيكو سلام القدس عليكم